السلام عليكم قبل بداية الفيديو لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على لايك لتحفيزي على تقديم المزيد وفي فيديو اليوم سنتكلم عن اللاعب الجزائري إلياس جتي وهو الموهبة الجزائرية الصاعدة بقوة هو لاعب جزائري يبلغ من العمر 26 سنة من مواليد 22 يناير 1995 يلعب حاليا في مركز الظاهر الأيصر في الترجي الرياضي التونسي وأصله من ولاية عنابة بدأ مسيرته سنة 2013 حيث لايب في اتحاد عنابة بعدها مباشرة انتقل إلى اتحاد الشوية ليلعب معه ثلاث مواسم بدأ إلياس جتي في إظهار مواهبه وقدرته الدفاعية يتم استخدامه رسميا من طرف شببة القبائل ليبدأ رحلته الاحترافية حيث قدم موسمين رائعين في هذا الفريق وبعدها قرر الاحتراف خارج الجزائر ليتوصل إلى اتفاق مع كبير تونس الترجي الرياضي التونسي وهذا سنة 2019 وقد كان من أبرز اللاعبين في تشكلة مدرب الترجي وهذا بسبب مستواه الذي يرتفع بعد كل مباراة ليلفط نظر الناخب الوطني مجيد بوغرا فقام باستدعائه للمنتخب المحلي فضمنا مكانته في قائمة المنتخب الجزائري التي شاركت في كأس العرب الأخيرة والتي توجى بها المنتخب الوطني حيث قدم إلياس شتي بطولة أكثر من رائعة أبهرت الجزائريين ونال الشكر والثناء حيث كان له دور كبير في دتويج المنتخب الجزائري وصرح الكثيرون أنه مستقبل دفاع المنتخب الوطني أما المفاجأة الكبيرة فقد حدثت اليوم حيث تم استدعائه رسميا إلى المنتخب الوطني الأول وهذا بقيادة الناخب الكبير جامل بالماضي وهذا ما يؤكد إعجاب هذا الأخير باللاعب إلياس شتي وأنه استحق مكانته والتي ضمت أيضا كل من بن عيادة توغاي إبراهيمي وبنددكار وهذا تحسبا لكأس أمم إفريقيا 2021 المقامة في الكاميرون والتي ستبدأ بعد أيام قليلة أما بالنسبة للسؤال اللي يتكرر بكثرة وهو حالة شتي العاطفية حيث انتلقت بعض الشائعات مفادها أن اللاعب الجزائري في علاقة مع الممثلة الجزائرية مورهان زغيك وهذا بعد انتشار صورة لهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهذا ليس صحيح حيث أن اللاعب الممثلة التقيا في المطار وأخذها صورة وكانت مجرد صورة عفوية ولا توجد أي علاقة بين الثناء وصلنا إلى نهاية الفيديو إذا أعجبكم لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على لايك السلام عليكم